شوفنا في الملعب مبارح يمكن أنا على المستوى الشخصي أنا شايف أن ده أحسن تشكيل لأسوريو من أول مجند الزمالك أنا بتكلم على التشكيل ما بتكلمش على طريقة اللعبة يمكن طريقة اللعبة ما اختلفتش ثلاثة 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 واحد صح لكن إيه الاختلاف اللي حصل في مبارة مبارح لعيب واحد بس محمد أشرف روقة دايما الزمالك كان باعتمد على دونجا في نص الملعب لوحده على أشرف روقة لوحده في نص الملعب يروح حاطة عمر جابر جنبه أو أي حد جنبه هتلاقي اللي اتنين طارين دايما صح لكن اللي اختلف مبارح في إيه أنا إزاي يوصل الاربع اللي قدام ياخدوا أريحية وهم معاموا الكرة وهم معاموا شكرة لأن خلي بالك فيه أندية كتيرة جدا ودمن نادي الزمالك ممكن تستنزف أو تستنزف القوى البدنية عند اللعبة بتاعتها في الدفاع زي مثلا شكبالا أنا النهاردة بدي تعليمات شكبالا يرجع خمسين متر عشان يدافع أو شلبي نفس الكلام أو زيزو لكن النهاردة مع وجود أشرف روقة مع دونجا اتنين بيقدموا رقم ستة صح مفيش حد خالص هتلاقي اللي اتنين دايما سبتين ليه؟ لأن نادي الزمالك الوقت ما فيهوش من شرق بوكس تبوكس ما فيهوش إمام عشور فخلاص ده أمر واقع مسلم به النهاردة لما فرجاني ساسي أنا بتكلم على الفترات اللي فاتت أنا بتكلم على الناس اللي ممكن في الفترة الأخيرة لا هاشتوا بتقول بوكس تبوكس 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 تبوص على فرجاني ساسي مش أشرب من شرق لأ فرجاني ساسي آه تمام لأ أنا شرفت أن دايما كان بلعب على الطرف طبعا طبعا لكن فرجاني ساسي دايما هتلاقي بلعب بوكس تبوكس صح إمام عشور فانت لازم تسلم بالأمر الواقع صح دايما الاتنين دول كان حمين التلاتة اللي ورا مصبوح عشان كده ما شفناش اختراقات كتيرة لسموح دي رقم واحد ده اللي أنا شايفه في التشكيل إضافة أن أنت النهاردة مثبت اتنين وعمر جابر هو اللي كان بيقوم دور بوكس تبوكس وبيعملها كويس عمر هجوميا كويس دفعيا كويس صح لكن لو بصنا الميول الدفعية أو الهجومية هتلاقيها أكتر الميول الدفعية موجودة فروقة ودنجة عشان كده أنت دايما كنت عامل سطارة قدام التلات مدافعين دايما كنت حامي حاميهم ومريحهم صح غير أن أنت حامي المدافعين أنا النهاردة ما قلتش لشكبالة انزل دافع صح ما قلتش لشلبي انزل دافع لأوباما أو زيزو انزل دافع صح فانت ديت أريحية خليت كمان عندهم مخزون بدن اللي أربعة اللي قدام فده فرق كتير جدا مع نادة الزمالك الحاجة التانية والأهم تشكيل سموح كابتنا أحمد سامي من المدربين اللي بحبهم جدا وبقدرهم ومدرب كويس وكبير طبعا لكن انبارح أنا بقولك أنه هو كان طمعا في بداية المبرمى الزمالك يعني بدأ تشكيل دايز بنزين على الأخر ملعب كل الهجوم اللي عنده فده ساعد الزمالك كتير جدا في أن توجد مساحات في خطة ظهر اسموحة وده اللي شفناه في الهدف الأول في فرق النهاردة بالنسبة لإسموحة لما بلعب وأنا متأخر بهدف أو هدفين فهيبقى في استعجال هتلاقي كابتر أحمد سامي بن نرين بن الشرطين طب أنا هعدل عشان ما يخشش فيها تاني ولا عايزة هاجم عشان أقدر عوض الأهدف اللي دخلت فيها صحيح دي تاني نقطة تالت نقطة والأهم بالنسبة لي هدف الهدف بتاع مصطفى شربي توقيته هايل لقيه فرقة كبيرة سواء أهل أو زمالك صح دايما لما تجيب جن بدري أمر بديهي الزمالك هيدوس ويكمل مش هيتراجع لكن ممكن يقفير عقونة دا بناتكلم عنه دايما مكانش موجودة في ند الزمالك لكن في أسلوب اللعب الزمالك عمره ما يدفع وخصوان لو جايب جن في أول خمس دقايق فتوقيت الهدف فرق كتير جدا مع ند الزمالك الدوم أريحية خلى اللعبة الاربعة اللي احنا بنتكلم عنهم بعد الهدف دا تواجدت حاجة جميلة جدا ويمكن شفناها في جن أوباما اللي ها مركزية بين الاربعة لما ييجي مصطفى شلبي من الطرف اللي هو دايما متعودين لو بيستلم الطرف في الشمال دايما بيخش لجوا شيكابالا بيسيب الطرف وبيخش لجوا وبياخد المساك معاه وبيكمل بص على أباما من بعد شادو سترايكر أو سترايكر بيعمل الأوفرلاب وبيكمل عشان ياخد الكرة لعبها لشكابالا كل دا ان اللعبة دي مرتاح ما دفعتش كتير في المطش عشان كده تلاقي الهدف الخمس نادزة مالك تحس ان انت بتلاعب في أول عشر داي اللعبة يقف على رجلها شيكابالا جاي من آخر الدنيا ودخل العمق مصطفى شلبي قبلها بيخش للعمق فالأمور دي تحت وشكبالا لعب تسعين ديئة كمان ولعب تسعين ديئة عشان انت مدتوش تعليمات دفعية أكتر صح مين عجبك مبارح أوي شيكابالا طبعا شيكابالا شيكابالا أنا أنا معا يعني دايما كنت بقول لشكابالا ينزل أخر ربع لنص ساعة أو خمسة واربعين ديئة لشتة تاني غير المباراة لكن أنا بقول لك مبارح في حاجات كتيرة جدا اختلفت اختلفت بالنسبالي ان طول ما انت مريح شيكابالا أو العناصر المهم عندك أو مفاتيح لعبك أو الناس اللي بتقدر تعملك التحول داخل الملعب وخصوصا في النواحي المهارية لازم أوقفل اتنين يدفعوا كوي يعني فقط ولوقات شيكابالا كنا شفتنا طلب التغيير بعد كده وأصر ان هو يكمل فلا لضفه كبيرا جدا